يسبق المغرب شعب أخر من غير المغرب لا أرضى لك هذا شبيل لا أرضاه بأسباب متعددة لأنني أنزلك في قلبي بعض الله سبحانه وتعالى ومحبة رسولك أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلدات كبيرة أنزلك في نفسي منزلة وطنية وأستغفر الله على هذه الكلمة منزلة وطنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخوتي في الله نتمنى أن تكونوا كاملين بيخروا على خير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات اليوم الإخوان نتكلموا على المملكة المغربية نتكلموا على الدبلوماسية المغربية لأبهارة العالم في الدكاء ديالها والرزانة والحكمة في اتخاذ القرارات هنا إخواني أخوتي ثاني مرة المغرب كيرفض أو المغرب ما كيحضرش الاجتماع اللي كيكون في الجلسة ديال الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة هنا إخواني أخوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيف شو علاش علاش المملكة المغربية علاش دبلوماسية المغربية ما حضرتش لهاد الجلسة اللي غادي يكون فيها التصويت لمطالبة روسيا بوقف الحرب على أوكرانيا بقوا معي الإخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع دائما كطلبة الروتيني وفضلا ليس أمرا لايك والبرتاج لهذا الفيديو كذلك الاشتراك المتتبعي الأوفياء شكرا جزيلا للدعم ديالكم المتواصل أما الضيوف جداد فمرحبا أهل فمرحبا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربية ولا عزاء للحاقيدين على بركة الله سوف ندخلوا الصور بالموضوع هنا أخواني أخواتي البارح كانت واحد الجلسة ديال تصويت ديال الجمعية العامة ديال الأمم المتحدة وهذه الجلسة كانت فيها واحد العملية ديال تصويت باش يطالبوا روسيا باش توقف الحرب على أوكرانيا وكانوا مشاركين فيها كل الدول المنضوياء تحت لواء الأمم المتحدة ومرة أخرى المغرب يبهر العالم مرة أخرى المغرب يصدم العالم بواحد الخطوة اللي هي جري أمنه خطوة اللي هي دكية من الدبلوماتية المغربية للمرة الثانية المغرب ما كيحضرش لهذا تصويت يعني كان المرة الأولى تصويت في جوج مارس واليوم لتاني مرة المغرب ما كيحضرش كيمتان على الحضور لهذا الجلسة ديال تصويت وبطبعة الحالة الإخوان خاصة نعرفوا باللي الغياب دياله أو عدم الحضور دياله لهذا الجلسة ديال تصويت راه فيها رسالة ورسالة واضحة لبالنسبة الأوكرانيا لبالنسبة الروسيا لبالنسبة الأمم المتحدة وكذلك الغرب المغرب كسفت لهم واحد الرسالة بهذا عدم الحضور ديال هات تصويت وبطبعة الحال رسالة واضحة وغد يكون هاد دول كاملين فهموها لأن الإخوان إلى المغرب صوت ضد روسيا الأمم المتحدة غدي درب روسيا بالمغرب وعكس صحيح إلى صوت مع روسيا يعني روسيا غدي درب الأمم المتحدة بالمغرب لذلك المغرب خرج باب واسع ما حضرش وهذا الحضور ديال أو عدم الحضور ديال راه رسالة واضحة لهاذ دول يعني المغر meme بغاش يطح فالفخ ديل هاد دول ما المغربية وما كانت اللي جاءوا دعم الصحراء المغربية وفتحوا صليات في الاقاليم الصحراوية يعني هاد الدول كاملين للامر المتحدة لدول غرب لروسيا عملي نعرفين باللي الصحراء مغربية والتاريخ يشهدون لنا بذلك ولكن حتى واحد ما جاي دير خطوة تابتة خطوة ايجابية فيما يخص الصحراء المغربية هاد الشيء لشي المغرية بحته هو كرد لهم الصرف يعني حتى أنا ماشي سوقي ما عديش نتدخل في هاد الامور كما انتم ما تدخلتوش في الامور ديالي حتى هنا ما عديش نتدخل لانني دولة عندي سيادة دولة عندي القرار ديالي وهاد الدول احنا ما كنقولوش ما كيدعموش المغرب في الصحراء ديالو ولكن سنواتهما كيجروا في المغرب يعني ديران العصافر الرويضة احنا معاك ولكن ما ديروكش قنصلية في الصحراء المغربية يعني هاد الدول كاملين كاملين مع المغرب كاملين كيددعموا المغرب ولكن مش يديرو خطوة ايجابية خطوة خطوة تابتة في الصحراء المغربية ما ديروهاش واليوم المغرب كان رضي لهم السر وباش نعرفوا باللي هاد الدول فهموا الرسالة وهاد الدول ما غضبينش على المغرب لروسيا ولا الامم من الاتحادة وخير دليل هو زيارة ديال بلينكير للمملكة المغربية للتشاور باش هاد نشوفوا وزير خارجية دولة عظمى يجي للمملكة المغربية ويتلقى مع النظر دياله السيد ناصر بوريطة للتشاور هما بغي يتشاوروا مع المغرب حول مجموعة من الأولوية هناك نعرفوا باللي المملكة المغربية عندها وزنها كبير عندها واحد الوزن اللي هو معترف به دولي وما يقدوش يفرضوا عليه شي حاجة هو ما بغيهاش المغرب خصوص هاد الحرب ديال روسيا ضد أوكرانيا كيقول لهم باللي أنا يعني المملكة المغربية ضد الغزو المملكة المغربية كتحتهم لوحدة ترابية للدول المملكة المغربية ضد استعمال العنف وهنا المغرب كيبين دكاء دياله أو كيظهر للعالم الدكاء الكبير دياله بخصوص المشاكل الدولية وهاد الخطوات اللي رجع خدم عليها المغرب اي دولة خدمت عليهم سينين او يعني غير خطوة واحدة اي دولة خدمت عليها سينين باش ترجع للمكانة ديال المغرب حاليا المغرب الإخوان رجع قوي ودول كبيرة كتحترف لنا بذلك وهاد شي يعني الحقيقة ماشي احنا يكيما غير يدخلوا بعض المتربصين وبعد أعداء الوطن ويقولون انتم معي هاشا الوطن يدي لكم زيد على حدها هنا كرسالة لهاد المتربصين كنقولهم عياشا ونفتخر ولا عزاء للحاقدين هنا اخواني اخواتي الولايات المتحدة الامريكية رغم ان المغرب متنع للحضور ديالهاد الرزا رغم ذلك كيرسل وزير خارجي الامريكي بلينكن للتشاور مع المغرب في مجموعة من الأمور وكذلك الولايات المتحدة الامريكية تشيروا بضور المغرب بجهود ديال المغرب المغرب رجع الاخوان عنده مكانة كبيرة المغرب رجع عنده وزن دوليا وهنا الاخوان وصلنا النهاية ديالهاد الفيديو كنتمنى انكم دعمونا بلاي لايك دعمو هاد القناة بالبرتاج والاشتراك وتحية كبيرة للديبلوماسية المغربية الدبلوماسية الحكيمة الدبلوماسية الرزينة دبلوماسية اللي رجعت عندها وزن كبير داخل العالم العالم كامل يشيده بجهود المملكة المغربية وبالتطور ديال المملكة المغربية وبالقوة ديال المملكة المغربية تحية لكم كبيرة نهاية أسبوع موافقة شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديلكم الدائم لا تنسوش الإخوان تعليق الوطنية في القناة كذلك تعليق حول موضوع اليوم الارتصامات ديلكم حول حلقة اليوم ودمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة